سوال يوم سواغده والحول الواليه بده 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 اشتركوا في القناة 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 والاائلية بطبيعة الحال وكذلك ينقلوا بزاف الامتع يعني المنازل ديالهم اللي استطمروها للدولة المغربية بطبيعة الحال كتخول يعني كتطلب من المهاجر هنا فاشكي استطمرو المهاجر المغاربة في ارض الوطن عبر بزاف ديال البنايات ماذا لان ديزا بارتومو اه منازل بيوت هذا ولكن الاتات ديالهم وحويجتهم لكي بيوجيبوهم عبر هاد النقالة هاد اللي كي يعدوا يعني واحد الاصلاة الواصل هنا كي يلقوا المشكل اه اللي بطبيعة الحال ادارة الجامريك صدرت هاد هاد المتكرة ديال توقيف ديال المجموعة ديال المنتجات لتقريبا كتوصل ثمانين في مئة من المنتجات اللي كي يصفتوها يعني مغاربة مغاربة العالم المهاجر الى ارض الوطن. رخبيني انا على اش جهة القرار هذا بالضبط. على واحد. واحد القرار. انما انها وزارة الصناعات التجارية لانهم من ذو زمان انما علاقتنا كتكون دائما مع ادارة الجامريك بحكم ان اضامة ادارة الجامريك كتتهل لنا بزاف ديالامور وكتبسط لنا يعني كنا واحدة بسط ديال المساطير اه في عدة قوانين وايضا كتخول لنا واحدة الرخصة واحدة ديسيزيون يعني بين قوسين اللي كنسميوها يعني اللي كيعرفها الجميع كايدارة ولا كميانيين اللي كتمكننا اننا يعني انا يمكن لنا أنا نجيب هذا البضاعي عادو ديال الجالية يعني وندخلوا يعني بطريقة اللي هي السليسة الارض الوطن وخص معنا كذلك إن بعض داخل مازال مدروا معهم تشي حال مازال تسوما نفس الشيء بالنسبة لإعتصام ديال السائقين بطبيعة الحال هذا حق وطبيعة الحال هذه الإخوات يعني وهذه الوقفة احتجاجية اللي كانت اليوم وهذه تستمر اليوم غادي إن شاء الله رحمه ورحمه اللي هي يفتحها واللي من الممكن أننا نعلمو السلطات واحد المسيرة لتكون سلمية في اتجاه إدارة المركزية ديالجاماريك في الريباد في حالة إلى ما تمت توصل معكم طبيعا طبيعا بصفة نهائية وطبيعة الحال فاشكرا نقول للمؤسسات المغربية كتقول لي وكان شوف يعني لهم واحد تجاهل كبير من طرف المسؤولين يعني يخرج واحد القارة اللي هو يعني بناء على بعض الأمور اللي هي غامضة هو مشي قانون مثلا ما تتمرش يعني في الغرفتين يعني بايش شوفوا نواب الأمة ويصدقوا عليه لما فيه من أهمية لأنه في واحد الماسس كبير بالناس ديالجالية المغربية هنا هذا القرار هذا لم يمر يعني لا في الغرفة ديالجلسة المستشارية المشكلة يعني اللي ظهر مؤخرا ديال البق ولكن هذا المسألة اللي هي مرفوضة يعني هذا غير يعني على هوا ومهمة يمكن أنه وكينين شركات بل صحيح المشكلة ديالجلسة اشتريتنا وكليا نقول واحدة اردت فيها الغيب طبيعي نحن هنا كان نبتلو هيئات نقابية جمعية المشكلة ان ادارة الجماليك لا أخذت بعي الاعتبار بصفة نهائية عرار 24 ساعة طبق اذا كيفاش واحدة الخمسة الاف او الست الاف مقاولة صغرى ليه كبيرة ما بين سائقين وارباب والناس اللي كانت خدام مساعدين يعني كين واحدة خصوصا انه يعني قطاع لي هو كبير وكبير بزاف لانه هو قطاع اللي كيفوت الحدود يعني ماشي يبسألة ليه سهلة فإدارة الجماليك يعني بين الليلاتين واضحة صدرات القرار بدون الرجوع الى الهيئات فهنا هذي يكون واحدة الانفع الكبير بطبيعة الحال لا من النقالة ولا من المهاجرين يعني الناس عندهم دي بروغرام الامد الامد البعيد الناس ديال جالية حاطة مطاريان شرية شقة المغرب كي كي يطلب يعني كي يشجع الاستثمار ديال المغاربات المهاجر ومليك يجي واحد المهاجر كي يستطمر يشريع انا بورتومون هنا مشكل كي يجعف ان الاتاتة دياله ما كي يقدش يدخلوه يعني الاتاتة دياله اللي وادة بون اوكازيون عنده في الدار بغير يسرد حوي يجوه هناك تقول لك إدارة الجماليك مملع اذا نرى المسألة ليست بسهلة مصرة موسيقى موسيقى المدر المترجم 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 إن كانت اجتماع لا أعقاش ولكن المذكرة ريهي ليست ما على الأقل كانت مجموعة النقاط لتناقش على الأقل كانوا راكينة مذكرة وقالوا في جديد وضحاها يشدوا الطريق هنا يدوزوا الإجراءات كانت هناك مذكرة التي تمنعها. مجموعة هذه الأمور كانت المذكرة مرفقة مثل الإخبار. كانت مذكرة التي استندوا عليها كمقر الأخ بقرار وزاري صدر في 1994. والذي تعدل في أخير أكتوبر 2023. نحن نعمل تقريباً. هذا القرار لم يناهي 30 سنة. حتى الآخر اللحظة ستعدلوا ذلك القانون. لا يعني قوطوا شهد دين الناقل الدولي وصاحب السيارة النفعية اللي كيدير الإرساليات دي الجارية لا يستشعر مع بتشي أمور على أساس بأن هذه مجموعة دي الأمور ومع المذكرة مرفقة. مجموعة دي الأمور ولهذا نحن نرفض مضمون للمذكرة جملة تنوى تفصيلها ونحن مجينا لهذا المعركة اليوم التي ستستمر يعني يرى معركة مفسوحة التي ستستمر إلى أفوق أن توجد حل في صالح في حالة لا يوجد حل يعني توجد حل في صالح الناقل الدولي وماذا نقول في ناقل الدولي في صالح كذلك المهاجر المغني في حالة لا يوجد حل في حالة أن المسؤولين قائم استمعوا وفي حالة نعتصر hump and can't work نعمل نعمل السلطة نعمل الناس لا نعمل لما نعمل المناطق نعمل المناطق نعمل في حالة المناطق المناطق نعمل هنا ونحن نجد ونقومون بالمجاهosa ونقومون بالإدارة اللي كتستغرق يومين تلسية ومن بعد كنوصل الامان او ثاني كننخدو داك الباراكة كنوصلها للمهاجر المغربي ليس الا هاتشي لدوي الشغول ديان نحن احنا دابع من غادين مشوا عند المهاجر المهاجر المجموعة دي الامر الموجده تلفازة قديمة بغاية صيفتها مريو قديم بغاية صيفتها فوتو يقديم بغاية صيفتها مجموعة دي الامر اللي بغاية صيفتها دابع كين المنع كنكون واحد حتاد نطقمي عقب قلاش مسألة ديال الناقل دولي قلق مسألة حتاد ديال واحد منظومة الكبيرة اللي هي ديال المهاجر المهاجر وحنا كان عرفوا الوضعية ديال المهاجر ولا الاتمام ديال وزيد حتاد كما سبق لي قلت بان حتاد السيدنا اللي انصروا في الخيطابات دياله الاكتر الاخر خيطاب هو الذكرى والذكرى ديال سعدو السين ديالتاورات المهاجر والشعب اللي كيحرص صيدنا على وكيوقف على الاتمامات والمشاكيل والمطالب ديال الرعاية دياله في الخارج هالشي اللي كين وحنا بتدريك راح نعموهاجرين يعني ممكن تشوف هات الشريحة هاتي شريحة اللي كتدير اللي كتدير للنقل الدولي موهم ممكن سيارات اللي عند اللوحة المغربية وللوحة الاجنبية ده هو الشغل ده هو الشغل دياله وهاد هاد هاد دبع احنا لجي هاد المسؤولة واحد الساعة يعني عالي شنا احنا بحالك تشوفنا بحالا انها دور صافح واقعية ولا ان احنا ما احترامت ذلك الشريحة هالش دور صافحي يعني هاد الناس دور ساعت تشوفنا ما العلم ان هذه الشريحة اللي كان شهاجة تطبخ حنا بلا علم ديالنا هذه الناس راها ممكنشنا نقبلوه حناية وما يمكنشنا نسكسو عليه اللي انا راها مقاولات راها مقاولات را مقاولات سواء كان هنا يرى مقاولات ذاتية وكان مقاولات اعتبارية كان الناس اللي عندهم مجموعة ديالامر ومخدمين يد عامدة ومجموعة الأمور. الناس كانت هناك شريحة الناس التي تعرف المقاولات وتقدل واجباتها من ضرائب ومجموعة الأمور. نحن في الوقت الذي كان مع جميع المتدخلين في الوقت الذي كان مع جميع المتدخلين كان حاولوا أن يوقفوا مع جميع المشاكل. من الذي كان خرجونا من الضيار الأوروبية ووصولا إلى أي نقطة نقطة هنا في المغرب. رأي الطريق شاق طريق صعب بجموعة الأمور. حلاف طريق مجموعة دي المشاكل ومن الذي نوصل هنا يا عوثاني مجموعة دي الإدارة دي الإجراءات الإدارية والجمهورية اللي كتكت نتصدرنا والأمنية وإحنا مع هذا الشيء هذا كامل معه. مع المقاربة الأمنية مع المقاربة الجمهورية مع المقاربة الإدارية من أولها إلى آخرها. وفي الأخر لو كانت وصل لك لأمانة وعوثاني يخصك عوثاني يجمع ذلك الأمور وترجع. وفي آخر الدقيقة يجيك يقول لك أودي هذا الشيء هذا رغم يمكنش تديره ويمكنش تدخله. يعني هاتشي في واحد الوقت. واحد الوقت واحد الوقت اللي قصير. ما عرفنا شنو غادي يجي من بعد. يعني هذا بان مغين نقول لك بأننا رأي السيارة النفعية رأيها في الموت السريري. وهاتشي رأي عار. لأننا رأي أسر. نصر كتح الأسر. والساكرة يجي يتيم. ويجي الأرملة. ويجي داوي الاحتيازات الخاصة. رأي ما كيش للمكيش بشفارغونية تكوسم وتحريه. ويجي بالعكاكز ويجي بالحوائز ويجي بجموعات الأمور. وإحنا كذلك. وإحنا كذلك كما قلت لك. إذا ضربوا السيارة النفعية رأي يضربوا واحد منظومة كبيرة اللي هي منظومة الاقتصاد الاجتماعي. هذا رأي ضرب دي للمنظومة الاقتصاد بحيث يتضرب دي للمنظومة. رأي عار. رأي الناس اللي اللي ستبكي في أوروبا وكان الناس اللي ستتعاني الأمرين هنا في المغرب. الناس اللي ستتبك عنك الساك بجوجة لدين وكسبوصو. كان الناس اللي كما قلت لنا كنا في وضعية غير قانونية في أوروبا. لسباب ما رأي كل الوالدة دياله كتشم ريحة عفضها الساك. كتشم ريحة عفضها في الزاكيطة دياله. كتشم ريحة عفضها شي اللي هدو كتفرح ذاك شي اللي كتصيفته. ولهذا من موقع من موقعنا كمهنيين. النار كان ناجدوا كان طالبوا الجهات المسؤولة والجهات المخصصة اللي اخدث هذ القرار اعادة النضاء في هذ المسائل اللي استرات وكذلك خصوصا كذلك ادارة الجماريك لان المذكرة صدرة من عند ادارة الجماريك مذكرة مباشرة جيس من عند الوزارة من عند القرار صدرنا الوزارة تجارة والصناعة فشل وقع عليه السيد المدير العام ديال الجماريك صيفت هال المساريح الخارجية دياله على مستوى الميناء الموانئ اللي كنشتغلوا فيه احنا. بني صار هنا طانجة ديال الحسيمة. غابل اخوان يعني راكين اخوان اللي اللي يسفاجأوا شو واحد مشارجي وراكف الباطو ومن يوصل النقطة اللي خسو يشتغل فيها. ندخل المرفق العمومي وكانتصدروا الاجراءات. قولوا له التلفازة وكانتصدروا الاجراءات والمريكة وكانتصدروا وكانتصدروا وتتوقع الالتزام على انه مرة اخرى لا تدخلش. فينها هي واسبسة المساطير. هذا حق دستوري. فينها هي واسبسة المساطير. فين هو المواطن. فين هو المهاجر. شكرا لجميع مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس تنسيقية المغربية للنقل الدولي. اللي كتنضاوي تحت اللي وقدي لها 13 الجمعية و3 منقبات. منهم 3 منقبات عفوا. مرحبا. انتم كتنسيقية حاولتوا ان بعد هذه القرار الاخر حاولتوا انكم تتحوروا مع المسؤولين حاولتوا انكم تجلسوا على الطابة الحوار. وحاولوا انكم تتحلوا لتلقوا شي حل لنا هذا. نعم. هذا هو اللي كنديرو احنا معهم منذ زمانين طويل. بننا واحد الجسر دير الحوار ودير التواصل مع الإدارة في الرباط ومع الإدارة هنا في الميناء. يعني كان غادي الأمور تقريبا نقوله بين وبين. لكن مؤخرا درنا معهم لقاء في 16. عشر. احضاش. الفين وثلاثة وعشرين. وتناولنا عشرة. وتناولنا بزاف عفوا. ستاش عشرة. تناولنا بزاف ذي المواضيع. وفعلا كان واحد شوية دي التفاهم بناتنا. وكانت وعود. ما كانش يعني حلول ولكن كانت وعود. تفاجأنا تلتيام من بعد. بهذا القرار هذا. على يعني قرار بدون مبرر. بدون مبرر. ما عرفناش علاش. علاش نزلوا هذا القرار هذا. واش كينلي كيقول باللي البق في فرنسا ولا كذا ولا هدي. وهما بحال فاقوا شوية مع طلين. لان البقتالها في 24 ساعة في فرنسا. وهما عادوا بغوا يخرجوا هذا القرار. إلا كان هذا هي النية دي الهمرة يعني فاقوا مع طلين. وإلا كان انه مبغاوش المغريبي بولي زبالة دي الأوروبا كما كيقولوا. فكان عليهم يعني بالأحرق. بش يصلحوا البنية التحتية. كنتما يبقى حتى شي واحد هنا يا عاجز يشري تلفازة أو تلاجة جديدة من المجازة. يقول لي والمواطنين كلهم يشريوا تلاجات ويشريوا تلفازات من المجازة. لكن احنا كنت فهموا هذا الوضعية دي الهد الناس هدول اللي عندهم الأحباب دي الهم في الخارج. وكي يبغيوا يتواصلوا معهم ويربطوا واحد الصلة دي الهد التواصل ما بينهم وبين الأحباب دي الهم في هذا الوطن الحبيب. وكتبقى واحد العلاقة مستمرة. وكيبقى الأحفاد كيعرفوا الأجداد. لكن هذا القرار هذا من شأنه الضرر الأول دي الهد الذي سيلحقه سيلحقه بواحد قطع صلة الرحيم ما بين الجالية في الخارج. وداويهم هنا في المغرب. هذه تقطع صلة الرحيم. وربما هذه الجنراسيون اللي جاية دي الهد ما غديش يبقوا يعرفوشنا هو الأصل دي الهم. هذه عرفوا رسوم اللي بلجيكي خلق بلجيكرا بلجيكي واللي فرنسا لا فرنساوي. لكن هذه العلاقة هذه وهذه الصلة هذه اللي كيشكلوا هذه الإخوان كاملين. هذور هما رسول الرحمة. دي الالرحمة كيديروا واحد تواصل ما بين هذه الجالية. اللي كتساهم في النسيج الاقتصادي المغربي بواحد النسبة عالية كما تعلمون. وكتحضاء بعناية خاصة من صاحب الجلالة. وكذلك خصص لها صاحب الجلالة وزارة خاصة بها خاصة بالجالية. عاش الملك. نحن يبغينا غير ما يكونش هذا القرار هذا يعني ينقذوه واحد درجة كبيرة. يصلحوا بعد هذا الشيء هذا اللي يقولنهم بعد من اللي يوصلوا لهذا الأثاث البالي. نحن مستعدين. من الغالي لقوا بأن المواطنين أصلاً غاديش يريهم هنا. ما غاديش يطلبوهم الأهل ديالهم ليسفتوهم لهم. نحن رأى أصلاً ما غايم قوش ديك ساعة نجيبوهم. ولكن الهدف ديالهم القضاء على هاد. على هاد الشريحة هدي اللي هي. لا يستهانوا بها. عندهم شركات كما طلب منهم في الفين وربعتاش. كانوا يخدموا حقيقة الناس القدام. كانوا يخدموا بطريقة عشوائية. لكن طلب منهم باش يديروا شركات في المغرب داروها. كيخلصوا درائب. كيخلصوا لاسينيسيس على خدامة ديالهم. خدامين معهم وحلعدة ديالناس كما سبق الأشار لهذا الموضوع. فهوما كيساهموا كذلك في الحركة هنا في المغرب. كيساهموا. لا يدروش البلاد. بالعكس ينفعوها. كيخلصوا جماريكنا. كيخلصوا حمالا. كيخلصوا سائقين. كيخلصوا. يعني الوطون وتباكين. ما نقول لك عندهم صوائر كثيرة. كتبقالوا محل بركة كليلة. كيتنفعوا بها. هاد النساد. فإذا لقصيناهم رحنا. بحل دمرنا واحد. البيلية ديال. ديال الاقتصاد. المغربي. نحن قد ننقبط واحد. واحد البناء. مبني على واحدة ربعات القوائم. ضربنا واحدة القائمة. هرسناها سفي. بقي لها قائمة اخرى. ويقع هذا الاقتصاد هذا ديال المغربي. هم حقيقة. النية ديالهم صادقة. انهم. اه تفكروا بشي افكار. باش يقدموا المغربي. ولكن راه في غير محلها. اه. كانوا مخطئين. اللي داروا هاد القرار هذا. احنو لا نطالبوا بشي. نطالبوا بإلغاء. هاد القانون هذا. مش التعليق دياله. ونشي حاجة. إلغاء دياله. حتى يتلغى. بواسيطات. القدرة الشرائية للمواطنين. المغرب يحدثون ليس بشير الناس الى اوروبا. تخaser الناس الاستوانية. وفي اوروبا ي professiral الناس الى اوروبا. يفكر الع injaquة البرفيائية. الاستدار$%%ć$ اax$%&$%%$%$%&$%$%%$%'$%م. كبالر اstoffال ومدى ا ادن المساويل. ويدخل � Bliss ب 6 wollte. يسأل الى اوروبا ومدى او روarte المساويل. لماذا نتبقى القوانين للأوروبا للناس المغرب؟ هذا مقارنة خاطئة. ونحن نطول أكثر من هذا. فنحن نطالب بإلغاء هذا الضيار. نحن نأخذ. نحن نطلق الجيس الربقي للتواصل والحوار. ونحن نحن 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 نتبقى بمصلحة البلاد. في قدما قد تكذبهم عنها تقوني regionsal. فكاننا نستطيعalay الناس كما في قيدنا. وهم قام نحن في رماعيهم الحصول في قيدنا. ولكن العماريك لم تكمنين NO far. والنطالب أن نستطيع القوانين العبارة من هذه الأ fafella لاتدفقة. لأن الحراضions الأقل Paul, في لحاء حبسات الزيت باش من يبشيش للخارج تحاورنا معهم وفهمنا لهم على ان ايلا بغيتوا تحبسوا هاد الزيت في المغرب باش يكون متناول المغاربة ويكون يعني يلقاوا المغاربة يشريوا الزيتين من يبشيش للخارج ذكرناهم بان احتى هادوك اللي براره هما مغاربة وحتى هما رخصهم يدقوا الزيت ديال البلاد راح داهم زيت ديال اسبانيا وديال ايطاليا وبارخص تمان من ديال المغرب ولكن هما الناس كيلحوبش اللي في تارجيس يكون زيت ديال تارجيس واللي في فبني ملال يكون زيت ديال بني ملال واللي في زرهون واللي في وزان كل واحد كيبغيش بمريحة ديال بلادو ففي ذاك الزيتان اللي كيصيف طوله ذاك خمسة يطرول لعشرة يطرول فعلا الادارة تفهمت لهذا ديالنا ورسلت وزارة الفلاحة والتجارة مديرية التجارة الخارجية والقاولي نحل يعني وسط ثلاثين نترول كل مواطن او كل مهاجر يعني في الارسلية فاقبلنا بهذا صراحة هي هادي بغيناهم احتاج كذا كي مدروا معنا في زيت يديروا معنا دابا يديروا مع هاد الاخوان هادو كاملين غادي ديروا معهم هاد الالغاء هاد القرار هاد بش يمكننا هاد الاخوان هادو يستمروا سين وغادي كلهم غادي امشيوا الافلاس اذا مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تيفيك سمعتم معنا الوضع الحالي اللي وقعنا يا قبل الميناء المتوسطي اذا هذا نداء عاجل ومستعجل المسؤولين يعني الناس وقفين ما أقول لكم الأستاذ أنه كيف مديرتم معهم حل في الزيت نديروا معهم حل كذلك صحيح لأنه معقول أنه بالنسبة لهم عايشين بهذا بالنسبة للجالية هم براسهم كي سردون ذاك عائلتهم كي سردون ذاك عائلتهم وهم كذلك لا يمكن أن ترسقوا الله يعني لا يمكن أن أأتي ونمنع ذاك الجالية يعني براكة فيها بلاد خرى وتتعاني وتتكرفس وتخدم ليلة ونهار لكي سردون فرنجات من العائلتهم يعني كافية أن أخوة بلاده أخوة عائلتهم أخوة كوتي ونزيدوا أننا فقط نحرموا الوصف إذن هذا نداء أتمنى أن صوتهم يكونوا كنتم معنا بطل مبقى مع السلام مع السلام اشتركوا في القناة